امام المهدي يطلع بأبيه وبأمي يتوجه إلى كربلاء يقف صلوانط الله عليه ينادي يا أهل العالم يا أهل العالم أنا المهدي المنتظر يا أهل العالم إن جدي الخسين قتلوه عطشاناً فابكوه سحقوه عرياناً فاندبوه شوف هذا النداء يساوي تعزياً تعزياً راقياً نعم نعم سحقوه عرياناً فاندبوه يقول أحد لا كابر ثم يتوجه يوم إلى ضريح يبي عبد الله يقف على شفير ضريح الحسين شفير قبره ينادي السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله يأذن الله للحسين يرد عليه الجواب يقول وعليك السلام ولدي مهدي يكشف اللبناء ويمد يده إلى ضريح جدي الحسين ويخرج شيئاً يدمي الفواض ويجرح القلوب ماذا يخرج؟ اسمع يا مؤمن يخرج عبد الله مذبوحاً من الوريد إلى الوريد أيها سيداه ومظلماً وعبد الله يناد يا ناس ما ذنب هذا الرضيع حتى يذبح من الوريد إلى الوريد السائل يسأل ليش يشيل من عند قبر الحسين من نفس القبر يقولون لأن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام لما أتى لدفن أبيه الحسين يوم الثالث عشر من محرم هو اللي عاد من الكوفة إلى كربلة ووار الجثث الزواكي يقول لما وصلت إلى جسدي أبي الحسين سمعت صوتاً يخرج من نحر والدي يقول بني علي والسدر ضيعي على الصدري يقل يا ابني 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 احرى يا اعلان احرى يا ايوالله ايو حطن احرى يا اعلان احرى يا اعلان احرى يا اه şعر ورديعه بدم الوريد مخضبون فاطلب رديعه